حققت معدل نمو فحسبت من ضمن الاربع عالمين اللي حققوا معدلات نمو ايجابية ومعدل نموك في فترة الكورونا ده انت انت مصر معدل النمو بتاعك في فترة الكورونا كان 3 و 6 من 10 لما كانت ادخل اقتصادات في العالم تحت الصفر هل عشان انت اقوى منهم؟ لا لا ماتاش اقوى اقتصاد في العالم بس انت كنت اقتصاد ادير بزكاء كنت ولازلت وعدينا الكورونا حصلت الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا وحصلت تشكيك افتكر قالك الحق مصر خلاص على عتبة الافلاس وهيحصل وشبه دولة كذا وشبه دولة مش عارف ايه والمصريين مش هيلقوا الامح بالمناسبة هو الدقيق موجود في المحلات وفي السوبر ماركت ولا لا والعيش موجود ولا لا